وطبعا الحقبة التالتة هي خلال خدمة الرب يسوع المسيح والتلاميذ أيضا إذ نرى آيات وقوات وعجائب خارقة جدا خلال هذه الفترة ودعوني أحبائي أقرأ آية التي تعبر عن خدمة يسوع بالكامل في إصحاح 20 من إنجيل يحن آية 30 مكتوب وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذه الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه فإذن هذه المرحلة مرحلة العهد الجديد سواء خدمة يسوع المسيح على الأرض وخدمة التلاميذ الله استخدمهم بآيات وعجائب خارقة جدا والآية أحبائي التي اقتبستها في بداية الحلقة في أعمال الرسل إصحاح 19 ودعوني أقرأ من آية 10 وكان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في أسية من يهود ويونانيين وكان الله يصنع على يدي بولوس قوات غير المعتادة قوات الغير المعتادة حتى كان يؤتى عن جسده بمنديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم أحبائي هذه الحقبة التي تميزت وأعطت شرعية ومصداقية ليسوع المسيح ليس فقط التعليم أو المعجزات الخارقة ولكن معجزة المعجزات هي قيامة يسوع من الأموات وهو حي إلى أبد الآبدين وهذا يعطي مصداقية لدعوة المسيح أنه المسيح المنتظر وتؤكد مصداقية المسيح في تصريحاته المباركة عندما قال أنا هو وتثبتت هذه الآيات طبعا هذا الكلام بالآيات التابعة ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل